كان فيه قصة كمان شغلت الناس كلها على السوشيال ميديا سواء المهتمين بالفن أو بالرياضة لأن القصة تجمع بين اتنين وقصة دي هي الاحتفال اللي عملوا لعب منشاستر يونايتد كريستيانو رونالدو لصدقته جورجينا بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ 28 الفكرة مش في أنه احتفل بعيد ميلادها الفكرة كانت في طريقة الاحتفال لأن رونالدو أخذ جورجينا والولاد وطلعوا على دبي عشان يحتفلوا بعيد الميلاد هناك الفكرة أن رونالدو قرر يحتفل بعيد ميلاد جورجينا بطريقة مختلفة جدا السنة دي وأنه يحتفل بيها على برج خليفة وأنه صورها تظهر على البرج وطبعا الصور والفيديو كانت مبينة مدى سعادة جورجينا بالمفاجأة دي احتفال رونالدو بعيد ميلاد جورجينا السنة دي بيتزامن مع الفيلم الوثائقي اللي عرضته شبكة نتفلكس مؤخرا بعنوان أنا جورجينا وهو عبارة عن فيلم وثائقي بيستعرض حياة جورجينا مع رونالدو من أول تعرفهم لحد دلوقتي يا بختك يا جورجينا